والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة كنوز لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز في كنوز بناء الشخصية مشكلة تبعثتلي محتاجين خبير فمنورنا يا سيدي وصحبي وأستاذي أحمد أزيك يا أحمد في حالة الله أحبزك مصطفى الحمد لله دماغ دايما بنستعين بحضرتك يا أحمد كأخصائي علم نفسه سلوكي في الحاجات اللي بتبقى وقفة قدام نفسيتنا وشخصيتنا تحسين فيه مش عقد شان ما تبقاش كلمة علمية بس فيه كلاكية كده لو تفكت علاقاتنا هتبقى هادية ولوحد شخصيته هيعرف ما يبقاش عنده خبطات كتير لا من الناس ولا في الناس نعم لما بقعت لنا سؤال عن ممرضة عصبية بتقول من كترة ضغوطات ساعات بخرج عن شعوري وبتعصب على المريض وأهل المريض وأنا عمري ما كنت كده عهدت ربنا من زمان أنه نصبر مهما صدر من المرضى لكني دايما برجع تاني أتعصب خايفة من عقاب ربنا رغم أنه ما بيكونش قصدي أعمل إيه معلش قبل سؤالي لحضرتك يا أحمد أنا كنت دايما وأنا صغير أستعجب من وصية سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما واحد قال له أوصني قال لا تغضب فكأن الراجل زي حالاتي كده أنا عايز وصية إيه عايز حاجة تانية تحس الواحد عايز كلام أعمق وده بجاه للعالم قال له لا تغضب قال له طب معلش أوصني قال لا تغضب لما خرج من عنده قال فعلمته أن جماعة الدنيا كل حاج في ترك الغضب إحنا بيوتنا بتنهار وأشغلنا بتنهار بسبب فلتات العصبية دي فمبدئيا أنت الواحد يبقى عصبي يتسمى عصبي ويمتى يبقى مثلا حازم هل في عصبي بيتغير مين اللي لو قال لي أنت عصبي يصدقه وابدأ أشتغل على نفسي يعني الحقنا من المشكلة المنتشرة دي طيب هي مشكلة مركبة وعايزة أعلق على فكرة أن الغضب ممكن يضيع لك حاجات كتيرة لأنك أنت بتفقد للحظة أو للحظات حسب الوقت قدرتك على التمييز موش أن الكلاودينج يعني بيحصل عملية زي شبورة على قدرتك على التفكير والتمييز واختيار الصح في الوقت المناسب كلنا بنمر باللحظات دي ولكن أحيانا في اللحظة دي الخسائر الموازية بتبقى ضخمة جدا يصعب تداركها وبتوصلني لمرحلة ندم وخسائر أنا مش هقدر أرجع وارجع تاني أغضب وهكذا أنا حسيت من السائلة الكريمة حاجتين حاجة بتقول في الأول أنا عمري ما كنت كده وفي نفس الوقت بتقول أنا ما قدرتش أتمالك نفسي مع أني عاهدت نفسي ولكن عملت كده وكأن فيه خدت معلومتين معلومة أنا بطبيعتي نيوروتيك يعني الجهاز العصبي أنا مائل إلى العصبية من زمان وهي ما كانتش واخدة بالها والناس دي بتبقى عندها شحنات زائدة على فكرة يعني لما بيشتغلوا بيشتغلوا بقلب بيشتغلوا بروح بيعملوا الحاجة بشكل قوي قوي ومركز قوي وحيانا الشحنات الزائدة دي محتاجة يتنفس عنها من الوقت للتاني فلازم دايما أخذ وقت مع نفسي كده أطلع أي إحساس بشحنات زائدة ممكن أكون أنا مضغوط بقالي فترة فمحتاجة أطلع الشحنات زائدة بأن أنا أتنفس ألعب رياضة أعمل حركات أجري الدورة الدموية بشكل إيجابي شوية ما استناش لما زي ما بيقولوا إيه يعني إن أنا مضغوط وأنا عارف إن أنا بطبيعي بنفجر يعني دايما بيسموه يعني غضبي دايما بيبقى مش موازي للي حصل ده اللي بيطلق عليه العصبي إنه رد فعله مش موازي للحدث لكن أنا النهاردة لو عربيت اتخبطت حد هجم على حد من قصرتي وتعصبته وتنервيس أو حقوقي راحت ده ما يتقلش عليه العصبي لأن الفعل هنا موازي متصق مع الحدث ولكن إنه رد فعله فوق حجم الحدث نفسه محتاج يراجع نفسه ويشوف زي ما بيقولوا المؤشرات المبكرة إنه ممكن يكون مضغوط أو ابتدى يتنشن فلازم ياخد باله من الحتة دي كويس قوي في النص التاني أنا عمري ما كنت كده إنت حالك عامل إيه عموما هل النهاردة هي في مكان ممكن تكون مفروض عليها مش حباه كانت عايشها تعيش حياة غير الحياة اللي هي عايزاها دي يعني فيه أحيانا الناس ما كانتش كده لأنها تحطت في ظروف أو بوتقة أو مناخ ابتدى يديهم قدر من مرارة من المرارة أو الإحباط إحنا دايما بنقول الغضب يعني شعور أفضل من الحزن شوية لأن الغضب معناها الغضب المستمر معناها عايزة وضع يتغير في وضع حالي في حياتها محتاجة غيره فممكن بدلا ما أكون بنظر على الموقف بس اللي أنا فيه يعني كان رد فعلي مش قد كده مع المرضى أنا عموماً اجتماعياً عامل إيه هل حاسة بالوحدة هل حاسة أن أنا مضطرة أشتغل وأجري على عيشي والدنيا مش مكافية وكده فبيطلع في صورة العلاقة مع المريض فهنا في الحالة دي الغضب مش حالة فطرية أو مش قصة جهاز عصبي أو 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 الموضوع له علاقة بالظروف الحياتية اللي أنا عايشها أبص بنظرة مختلفة بدل ما أنا مركزة بس على غضبي أرجع كده خطوتين الورى وأبص كده على حياتي بشكل مجمل هل دي الحياة اللي أنا عايز هل فيه محتاج أغير حاجة في حياتي محتاج أعمل حاجة مختلفة محتاج أوازن حياتي أو روتين حياتي الحالي بحاجة مختلفة النص التاني من اليوم أخد بالي من نفسي شوية راعي نفسها أشوف أصحاب أشوف أحبابي هل أنا الشغل وأخدني بزيادة إلى آخر مأثر في حد أنا مش عاجبني أنا مأثر فيه يعني أحيانا فيه ناس ما بتاخدش بالها من الموضوع ده إلا لما تلاقي نفسها طبعها بتدت تتغير تدريجيا لأن الظروف الحالية مش مساعدة على ده هل فيه وصية من حضرتك يا أحمد على واحد اتعصب دلوقتي شيء معين يعمله علشان ما يعودش كل شوي يندم ويغلط ويخسر ناس أسوياء ويندم حاجة كده في وقت الغضبة نفسها حكتين المؤشرات الأولية دايما فيه مؤشرات أولية بيابقى لاقي إن أنا حسيت بجسمي درجة حرارته بتدت تتغير ابتدت حاجة فيه تنشان عضلاتي ابتدت فيه فيه مقدمات بتحصل في الجسم الالتفات للجسم الجسم حكيم جدا اسمع صوته جدا بيديلك دايما أنا دايما كان ساعات بيجيلي نغز في قلبي كده في معدتي أنا أسف فلما بتيت أخد بالي من نغز ده أركز وانا عندي مشكلة كأني جسمي هو اللي بيقول آه الولدة ممكن تكون كانت زعلانة منك أو انت كان فيه موقف تضغطك ده ضغطني فأخد بالي من جسمي دي حاجة الحاجة التانية أحاول أعمل حاجة اسمع الانترام البوز يعني أنا لو افتكرت وحط تحت لو افتكرت دي خطين محتاجة تدريب إن أنا مثلا زي ما يكون أكون واقف أعد أدور وشي عن الموقف أخد نفس عميق كده في موقف مثلا أنا حد خبطني بالعربية قبل منزل من العربية مضعني واخد كده نفس كده وبعدين أنزل ممكن برضو هتنرفز بس هتنرفز بوعي تفرق اللي حضرتك بتقوله يا أحمد ده متسق جدا جدا مع السنة اللي ساعات الواحد أنا بتكلم بصوت الشباب بيسمع كده كلام النبي ويحس طب ما عليش أنا لو عملته هتعصب برضو لما يقولك مثلا توضى إن فيه إلهاء للعقل المتعصب ده روح توضى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الغضب من الشيطان والشيطان من نار والماء يطفئ النار فأنا ما بقاش فاهم النبي يقصد إيه عليه الصلاة والسلام سأعملها هتاخد واللواقف يقعد ولو أنت كنت قاعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قاله يتكئ كأن فيه تغيير للوضع كده بيخلي البني آدم بدل ما يندمي لا أنا فيه شوية وبتهدي الأدرانين سايكل يعني أنت أول ما العمالية الإلهاء دي بتهدي الدورة اللي هي أحيان بتاخد من خمس لعشر ثواني لحد ما الدم يضرب في دماغك وتنفجر فبيهدي بيبط فبيديك فرصة تتدارك ويبقى نيو كورتكس أو جزء الفكري عندك يتدخل في الموضوع وأنا لو زعات ده هيفيدني في حاجة طب أنا شخصتي يستاهل لأن أنا أعمل معك كده طب أنا الخسائر عاملة إزاي الثواني دي ممكن تنقص حياتك ربنا يقدرنا أن إحنا منخسرش ناس أسوياء بسبب الانفجار فيهم وبسبب أن هما ساعات بيبقوا الحيطة الميلة أن الواحد بيسند عليها لما يكون متعصب من حاجة تانية ويقدرنا أن إحنا نحافظ على شخصية محبوبة الناس بتثق فيها لأن لما الواحد ما تبقاش ردود أفعاله مأمونة غالبا بعد شوية ما بيتجمعش حواليه إلا ناس مش طيبة أما الطيبين ما بيستحملوش ده يعني فتشكرين دائما بتنورنا أحمد الله ربنا يقدرنا نحافظ على نفسها ونحافظ على بعض شكرا يا جماعة